بعضهم يقولون أنه الزواج المبكر يمنع الإنسان عن الحراف أولاً حميت هذا الكبير من الحراف حتى تجعل هذا الصغير أنه لا ينحرر الحرافات موجودة في داخل المجتمع لا نقيم عليه الحدود مثلاً يعني مثلاً شارب الخمر نقدر نقيم عليه أحد زين هو متطبيق من الشريعة الإسلامية مقاربين هذاليوم من القناة يفترون ويأخذوا الراحتهم والملاهي الليلية موجودة والنوادي لليش مقيمون عليهم الحدود وهذا التصريح بالمجون ولذلك أنا أقول في بعض القوانين أننا لازم تكون مرونة حينما نتفق عليها لا نفرضها فرضاً إلا بعد دراسة يعني بعض الأشخاص دراسة لواقع المجتمع نعم فعلاً نحتاج اليوم نسبة الطلاق من كل مئة زواجة ستين يعني هناك خطر أنا إذا قللت السن هذا أيضاً حتى تضيف المتشكلات أما تقولي الدين يعارض ما يعارض الدين هذا موضوع مختصاصي اختصاص الطبراء والفقهاء لكن من وجهة نظري نفسية أنه سيحمل الأسرة الكريمة أعباء فوق أعبائها نعم جزياء يعني مثلاً يجعل الشباب لا ينحب نحن نصنعهم يعني عزوف عن الزواج زي لأن الزواج الصغيرة كيف تعمل معه لم تصل إلى مستوى البناء الصحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر